جاء المسيح مخلصاً من ألفين سنة لكن تسمح لي كمان أقول تفضل أنه سيأتي أه ده أوجه التشاب هيجي عشان يخلص كمان لكن يخلص من إيه أه بقول تعبير ده مش عايف تتفق معي ولا لا يا سيس نظار المسيح سيأتي لكي يخلص المخلصين المسيح سيأتي لكي يخلص المخلصين يعني إيه يعني كل من استفاد من خلاص المسيح في المرة الأولى في تجسده ونال غفراناً لخطياء وحياة أبدية سيأتي المسيح لكي يخلصه بس مش يخلصه بقى من الدينونة والخطيئة لا هيخلصه على الأقل برضو من ثلاث حاجات حاجة الأولانية سيأتي المسيح لكي يخلص المؤمنين من الغضب الآتي لو تسمح لي أقرأ آيات موجودة في تسالونيك الأولى أصحاح الأول اللي بتتكلم عن انتظار المسيح المخلص الآتي يقول في عدد عشرة وتنتظر ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذن من الغضب الآتي الغضب الآتي لكن قبل أن ينصب بهذا الغضب سيأتي الرب يسوع المسيح لكي ينقذنا أي ينقذ كل المؤمنين من الغضب الآتي وبالمناسبة اسمح لي أدعو كل من يشاهدنا الآن تعالى إلى المسيح المخلص يخلصك من خطيئك وأيضا يخلصك من الغضب الآتي على العالم طبعا يعني مثل ما ذكرت أنه موضوع الخلاص مش غامض واكتشف موجود في صفحات الكتاب المقدس وحتى في نبوات إشعية أنا الرب المخلص نعم فبتشوف نفس الآيات نفس الكلمات بتتم في شخص الرب يسوع المسيح حتى يعني كانت بشارة الملاك للمطوبة مريم عن يسوع يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيئهم فإذا الشعب أو العالم كان في الخطيئة في الظلمة حاول الإنسان أن ينقذ نفسه بكل الوسائل بكل الطرق عن طريق الذبائح عن طريق التقوى عن طريق البر عن طريق الأعمال ولكن الكتاب حسم الأمر ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذ الجميع أخطأوا فإذا هذا الخلاص هو من المخلص لعاوز أكد عليه أنه لا يوجد نبي تحت السماء يدعى بهذا الاسم المخلص وهذه الكلمة تطلق على الله على الله يهوى في العهد القريم وتطلق على الرب يسوع المسيح المخلص في العهد الجديد فضل أخي عايز أقول أنه الرسول بوترس قال في أول عذاته في سفر الأعمال صح 4 وليس بأحد غيره الخلاص رأينا عبر التاريخ أنبياء كثيرين أتوا لكن ما استطاع واحد منهم أن يخلص الإنسان لا من خطياء ولا من سلطان إبليس أكمل وأقول كمان أننا ننتظر المسيح مخلصا من السماء هيخلص المخلصين زي ما قلت أو يخلص المؤمنين به هيخلص المؤمنين به من الغضب الآتي لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم وقبل أن ينصب الغضب على الأرض وتشتعل الأرض بحروب أكثر من هذه سيأتي المسيح لكي يخطف ويخلص المؤمنين يأخذهم معه إلى السماء يخلصنا من الغضب الآتي لا يخلصنا من حاجة تانية كمان العبارة اللي واخدنا النهاردة مخلص من السماء مأخوزة من فليببي أصحح ثلاثة وعدد عشرين لما بيقول الرسول بوليس فإن سيرتنا هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح وبعجبان يا قوي مخلصا هو الرب يسوع المسيح مش واحد تاني مش نبي تاني مش رسول تاني هو الرب يسوع المسيح هيعمل إيه هذا المخلص الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدهي لأنه كله بينتظر مخلص أو بينتظر مسيح أنا عشت في بلد المسيح طبعا واليهود بينتظروا مسيح على كل فئاتهم وأشكالهم السن بينتظر مسيح الشيع بينتظر المسيح ناس كتير بتنتظر المسيح ولكن هون بالتحديد بتتكلم عن يسوع المسيح المخلص نعم اللي جاء أولا ليخلص من الخطيئة صحيح وسيأتي ثانية ليخلص شعبه شعبه من سواء من الدينونة اللي جاي على الأرض وعايز أحذر أحبائي إن كنا الآن مرتعبين مما يحدث في العالم لكن أقول عندما يأتي المسيح ويأخذ مؤمني إلى السماء العالم سيمر في أيام صعبة أدعوك أن تهرب من الغضب الآتي سيخلصنا من الغضب سيخلصنا بتغيير أكسادنا توجد فكرة الغضب يعني لأنه يمكن الناس تأخذها أنه غضب مش واحد غضبان الغضب يعني انصباب انصباب صحيح الكلمة صح انصباب صباب الدينونة الدينونة والغضب الإلهي على صحيح على الخطاة وغير التائبين صحيح عندما تفتح السماء وزي ما قال الكتاب غضب الله معلن من السماء النهاردة بنقول حمل الله الذي يرفع خطية العالم المسيح يسوع لكن يا من ترفض حمل الله ستتقابل معه غضب الله المعلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم اشتركوا في القناة